اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هو صديقه يبقى for ambulance ambulance يعني سيارة الاسعيف احفاظها هي جاية كده في الدرس وعندك كده في المنهج called for an ambulance طيب نيجي ليه رقم اتنين بيقول لي ياسر didn't stop because he was going fast يبقى ياسر ما وقفش علشان هو كان ايه جوينج ايه يبقى too fast too fast too هنا معناها جدا جدا وبييجي وراها الصفة على طول خلي بالك too اللي هي باتنين o يبقى too fast طيب رقم تلاتة بيقول لي جمال was late جمال was late for work جمال كان متأخر على شغله so لذلك he was in a يبقى in a hurry in a hurry احفوظ كده على بعض احفوظ الكلمة دي على بعض in a hurry يعني كان في عجلة من امره يعني كان مستعجليا طيب رقم اربع بيقول لي they go to school together هما بيروحوا المدرسة مع بعض they نقط they road at the crosswalk يبقى هما بيعملوا ايه بيبقى they cross they cross the road هم يعبرون الطريق من من الممر المشا crosswalk يعني ممر المشا احفوظ الكلمات معايا من كتر ما احنا بنكررها مع كل دارس حاول تحفوظ معايا كده واحنا بنحل الكلمة اللي تثبت سجلها في الكشكول جنبك طيب نيجي لصفحة 213 تعالى نقرأ الكتعة مع بعض بيقول لي هنا اول سؤال بيقول لي drivers and people who cross the road should be careful بيقول لي ان الصائقين والناس اللي بيعبروا الطريق بيعبروا الطريق لازم يكون be careful be careful يعني حريص حريصين when we cross the road عندما نعبر الطريق we should wait wait هنا حبيبي يعني ينتظر لازم ننتظر for the means of transportation to stop يبقى يجب ان ننتظر وسائل المواصلات to stop يعني انتقف yesterday day بالامس i walked with my friend عادل to school بيقول لي ان مبارح كنت ماشي مع صديقي عادل الى المدرسة then ثم a man drove his car through the crosswalk رجل كان يقود سيارته من خلال ممر المشا he didn't stop ولم يتوقف because he was going too fast لانه كان يجري بسرعة كان ذاهبا بسرعة كبيرة جدا day too وday fast جت وراها خلي بالك too امه اتنين طيب معنى واللي بعدها بيقول لي the man hit عادل and he feel down ان الرجل ضرب او خبط او استضم بعادل وسقط على الارض يعني عادل سقط على الارض he hurt his leg واصيبت رجله i called for an ambulance and took عادل to the hospital يبقى انا كلمت ايه سيارة الاسعادة ايه واخست هنا talk تصريف تاني اخست عادل الى المستشفى بروفو عليك the man feel sorry والراجل كان يشعر بالاسف طيب تعال نشوف الاسئلة اللي على القطعة اول سؤال بيقول لي we should wait for the cars to يجب ان ننتظر السيارة يبقى to stop انتقف to stop مش هينفع اي حاجة تانية مع السيارة يبقى يجب ان ننتظر to stop رقم اتنين بيقول لي the man drove his car to للسيلنها ها جاوب انت بقى too fast too fast بروفو عليك طيب تعال نشوف السؤال التالت على القطعة برضو خلي بالك علشان في طلبة بيفكروا ان ده علامات ترقيم لا ده على القطعة بص هنا بيقول لك ايه بيقول لك answer اجب answer هنا اجب يبقى على القطعة اللي هو مدهالك فوق طيب يلا نكرق السؤال بيقول لي how did the man يعني كيف كان شعور الرجل كان يشعر بايه وان هنا يا حبيبي معناها عندما وان في نص الجملة كده معناها عندما عندما عادل كان في المستشفى هو قال لنا برضو فوق ان هو كان يشعر بالأسف يبقى he felt sorry هو شعر بالأسف كان متضايق كان حزين وكان ندمين طيب السؤال الرابع بيقول لي what mistake did the man make what يعني ما او ماذا mistake يعني ما الخطأ did the man make الذي ارتكبه الرجل يعني ايه الغلط اللي حصل او صدر من الرجل ده طبعا هو كان ايلي ان هو كان بيسوق بسرعة وموقفش واستضم بمين ضرب عادل طيب تعال نشوف هنكتب ايه هنكتب he was going too fast كان بيسوق او كان يذهب سريعا جدا مسريعا جدا and he هت عادل واستضم بعادل ضرب عادل تمام كده طيب تعال نشوف السؤال اللي بعد القطع بيقول ايه طبعا ده السؤال reorder هو يركز معايا في تكوين الجمل بيقول لي هنا ابدأ بداليا يبقى داليا was scared داليا كانت خائفة الجملة التانية هبدأ به يبقى he was in a hurry in a hurry احفظها كده على بعض he was in a hurry يعني كان فيه عجلة من امره او كان مستعجل يجي يا حبيبي لصفحة 214 نشوف السؤال التالت نرتب نكمل الترتيب بيقول لي they يبقى they love their school they love their school هم يحبوا مدرستهم الجملة الرابعة بيقول لي ابدأ بحاتم يبقى حاتم called for an ambulance حاتم called for an ambulance يعني حاتم اتصل على سيارة الإيه الإسعاف طيب تعالا نشوفي الجملة الخمسة هنبدأ بwe يبقى we learn to be careful on the rude نقولها تاني we learn to be careful يعني نحن نتعلم طبعا ده مدارع تصريف أول للفعل نحن نتعلم to be أن نكون careful يعني حذرين on the rude يعني على الطريق طيب تعالا نشوف آخر سؤال اللي هو السؤال بتاع علامات الترقيم بيقول لي هنا طبعا what happens at that crosswalk يعني ماذا حدث أو ماذا يحدث في ممر المشاء طبعا عايزنا حط علامات الترقيم أول حاجة هنا what هنكبر حرف W اكتب لي الكلمة كلها لو سمحت أكبر أول حرف حرف W هكبره واخليه capital طبعا ده سؤال فهنحط في الآخر علامة برافو عليك برافو عليكي ال question mark علامة الاستفهام بكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهارده ما تنساش تشترك في القناة وتعلق لي تعليق كويس كده وكمان فعل زرور الجرز علشان يوصل لك كل فيديو جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته